شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المدفعية بالمنطقة المركزية العسكرية للوقوف على مدى جهزيتها لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفى بعد تطويرها ورفع كفاءتها لدعم قدرتها لتكون في أعلى درجات الاستعداد القتالي عقبه مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على القوات المصطفى للاطمئنان على جاهزيتها هذا وقد نقش الفريق أسامة عسكر عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهة المواقف الطريقة التي يمكن التعرض لها مؤشيدا بمدى تفهم كافة العناصر المشاركة بالتفتيش للمهام المكلفين بها بما يحقق المنظومة القتالية المتكاملة التي ترتكز على المقاتل المحترف والأسلحة والمعدات المتطورة